هذا فيما شنت وحدات من جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجوما عنيفا على قوات الاحتلال المغربية التي كانت تحاول بناء الجدار الرمليين في منطقة التويسكي حسب البيان العسكري رقم 104 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية وطلب السفير الصحراوي لدى الجزائر عبدالقدر طلب عمر بيتدخل المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية لإنقاذ حياة الأسير المدنية الصحراوي محمد لمين عبدين هدي الذي يدخل إضرابه عن الطعام يومه الثاني والأربعين مشددا على ضرورة نقل معاناته لرأي العام الداخلي والدولي وفي السياق ذاته أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أن بلاده ستواصل دعم مسار الأمم المتحدة في الصحراء الغربية من أجل التواصل إلى حل عادل ودائم للنزاع مؤكدنا أن واشنطن ستدعم عمل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية